نعم بالفعل كوتر صباح الخير هنا ما حدث مجزرة إسرائيلية بحق البنية التحتية دمار كبير وهائل لم يسبق أن حضي به مخيم نور شمس خلال الاقتحامات السابقة طول الطريق الرابط من مدينة تول كرم إلى نهاية مخيم نور شمس والذي يمتد بنحو ثلاث كيلومترات دمر بشكل كامل الصور تتحدث حقيقة عن هذا المشهد تعمل الآن الجرفات على إزالة الركام ومخلفات عملية التدمير نتيجة الاقتحام الإسرائيلي منذ ساعات منتصف الليل وحتى قبل نصف ساعة من الآن عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام واسع النطاق استهدف مخيم نور شمس شرقي مدينة تول كرم دفع خلاله بعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية وبأربع جرفات استهدفت تدمير واسع النطاق للبنية التحتية هذا الطريق الذي نرصده الآن عبر كاميرا الغد هو الطريق تول كرم نابلس ويمر بمحاذاة مخيم نور شمس دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانبين بشكل كامل وكذلك أيضا التقاطعات المرورية في أطراف مدينة تول كرم شمالي المدينة على وجه التحديد قرب ضاحية اكتابة شهدت عملية تدمير كبيرة وواسعة النطاق ما أدى قبل قليل للجنة الطوارئ بمدينة تول كرم لإعلان إغلاق طريق تول كرم نابلس طبعا خلال الإقتحام تمكنت كتائب شهداء الأقصى وكتيبة تول كرم سرايا القدس من تنفيذ سلسلة عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة أدى ذلك لإعطاب جرافة دي ناين المجنزرة في نهاية المطاف وبعد سلسلة من الاستهدافات المكثفة أدت عبوة ناسفة لإعطاب الجرافة المجنزرة الدي ناين نعلم أن حجم العبوات الناسفة في مناطق الضفة الغربية أخذ بالتطور في مشاهد هذه الاقتحامات لكن للمرة الأولى تتمكن المقاومة سواء في جنين أو في الفارعة أو في نابلس أو كذلك هنا في منطقة تول كرم من إعطاب جرافة دي ناين بشكل كامل هذا أعاق عملية الانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الجهة المقابلة بطبيعة الحال أغلق الطريق من الجهة المقابلة حيث دارت اشتباكات مسلحة عنيفة وسلسلة استهدافات بعبوات ناسفة خلال هذا الاقتحام الموسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي والذي خلف دمارا كبيرا في البنية التحتية نتيجة طبعا عمليات التدمير والتجريف التي طالت مقاطع مرورية وبالطلق في أكثر من محور وعلى امتداد مخيم نور شمس بالطريق المحاذي للمخيم عمليات اقتحام أخرى شهدتها مدينة نابلس تحديدا لمنطقة مخيم عسكر القديم والجديد ومنطقة كروم عاشور واعتقل خلالها الاحتلال ثلاثة شبان أحدهم شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي بالإضافة لاعتقال شاب خلال اقتحام مدينة قلقيليا وشهدت هي الأخرى اشتباكات مسلحة تبنت كتائب شهداء الأقصى مجموعات ليوث المجد المسئولية عن هذه الاشتباكات التي استمرت قرابة الثلاث ساعات قبيل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي التطور اللافت والأبرز كان هو تبني كتيبة جنين سرايا القدس المسئولية عن عملية حومش ونشر مقاطع مصورة تظهر استدراج القوة الراجلة الإسرائيلية إلى موقع كمين أعدى مسبقا ولاحقا تم تفجير عبوة ناسفة بأفراد من القوة الراجلة أدى لإصابة سبعة جنود إسرائيليين التفاصيل الميدانية لهذا الفيديو بطبيعة الحال تؤكد كوثر على أن العملية خطط لها بعناية في التخطيط وكذلك أيضا في التنفيذ لإستهداف الجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقول بأنه يواصل عمليات التنشيط والملاحقة للوصول للمنفذين خالد شكرا جزيلا لك كنت معنا من مخيم نور شمس شرقي طول كرم وبينما رصدنا حجم الدمار بمخيم نور شمس